اعلنت السلطات الاوكرانية بانه جرت اعادة توصيل محطة الطاقة النووية زابوروجيا بشبكة الطاقة الاوكرانية وذلك بعد اصلاح احد خطوط الكهرباء الخارجية الاربع الرئيسية التي تضررت جميعها اثناء القصف الذي تتبادل كل من روسيا واوكرانيا لاتهامات بشأنه من جديد تطل ازمة محطة زابوروجيا النووية على ساحة الاتهامات والعمليات العسكرية المتبادلة بين روسيا واوكرانيا وعلى الرغم من التحذيرات الدولية من خطورة الوضع في محيط المحطة الواقعة بجنوب اوكرانيا الا ان القصف المتبادل لا يزال يطالها وزارة الدفاع الروسية اتهمت كييف باستئناف قصف هذا الموقع الحساس الذي يضم احدى اكبر المحطات النووية في اوروبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارت محطة زابوروجيا النووية قبل اسبوعين حذرت مرارا وتكرارا من خطورة الوضع لسيما في ظل استمرار القصف المتبادل بين الجانبين الاوكراني والروسي كما طالبت باقامة منطقة امنية لتجنب اي حادث نووي لا تحمد عقباه ومنذ اشهر تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر اكبر منشأة للطاقة النووية في اوروبا برمتها والتي تخضع منذ اواء المارس لسيطرة القوات الروسية ويعد هذا المجمع مصدرا مهما لتزويد اوكرانيا بالكهرباء اذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر ديمبرو الذي يفصل بين القوات الروسية والاوكرانية تغذي البلاد باكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية ترجمة نانسي قنقر